قصف إسرائيلي هو الثاني خلال أسبوع استهدف المنطقة الوسطى والساحلية في سوريا وكالة أنباء النظام سانا نقلت عن مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى من قوات النظام فضلا عن خسائر مادية من جراء غارات شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي في الساعة السادسة والنص صباحا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس وكالة سبوتنيك الروسية نقلت عن مصدر في قوات النظام أن الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عددا منها ونقلت عن شهود عيان في مدينتي جبلة وطرطوس قولهم أن صواريخ الدفاع الجوي انطلقت من محيط مدينتين لملاقات الصواريخ القادمة من البحر مؤكدين اسقاط بعضها الهجوم الإسرائيلي الجديد جاء بعد غارات مماثلة إلى حد الماضي استهدفت مطار الاشعرات العسكري بريف حمص الشرقي ما أدى إلى مقتل جنديين من جيش النظام وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ضمن سلسلة من تكثيف إسرائيل غاراتها وهجماتها على مواقع النظام والميليشيات الموالية لإيران داخل سوريا تركزت أبرزها على المطارات في دمشق وحلب والموانئ بهدف منعي نقل إمدادات الأسلحة الإيرانية عدد تلك الهجمات وصلها خلال هذا العام إلى نحو ثلاثين تسببت بمقتل عشرات العناصر من قوات النظام دون معرفة حصيلة القتل من الميليشيات الإيرانية